السلام عليكم شباب شونكو عيني ان شاء الله بخير اليوم درس جديد وبسيط حول الويندوز اللي نزل جديد اللي هو ويندوز 10 يعني العاشر طبعا ويندوز كلش حلو وخفيف ومن يحتاج مواصفات عالية يعني اذا كان كومبيوتر الكديم فقدر تنصبه عادي ما خلو اي اشكال وتقدر تنصب عليه كم لعبة وكم برنامج يعني طبيعي جدا طبعا ويندوز ضعفو لقائمة الستارت اللي هي الميزة الحلوة بيه والميزة الثانية اللي هي المتجر مثل ما الجوال يعني تقدر تحمل برامج مثلا متصفحات انتي فيروس سيت شغلات يعني البرامج الرئيسية ما حاسوب وانستوني الفرمتير نستوني نصبه يعني الحفوك وجاء نصب البرامج منها الفوتوشوب وبقية البرامج يعني طبعا مختلف شي عن ويندوز ايت قليل جدا مجرد الايقونات الكمبيوتر والشبكة وشوية اختلفت المال شاحن شوية تحدثت او صار تقريبا شكلها شوية مثل ما قول قديم شوان الحجر مثل ما نقول ويضافو لها قاعمة استارت هذا الاختلاف فقط وميت ما تغير شي يعني مجرد قاعمة استارت ومتجر نفس ويندوز ايت بس اخاف من ويندوز ايت واسرع وحماية مطمونة ميتين بالمية طبعا واذا تردون تحملوا لهذا الويندوز وتجربوا راح احط لكم الروابط من تحميل الويندوز العاشر بالوصف مع الفيديو على قناتي الرسمية صفاء احسان كل يد عن النظام من 2040 بيت و 64 بيت و باللغتين العربية و المنجليزية اذا اعجبك هذا الدرس اضغط اشتراك على قناتي صفاء احسان وتعليك حلو اشكرك للمشاهدة فيما الله